اشتركوا في القناة عضو مجلس مفوضية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق سعادة المستشار أهلا بك في نشرة الثالثة إن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء هو انعكاس لجوهر الدولة القانونية والفكر الإنساني والحضاري في المملكة ما هي فلسفة قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة السلام عليكم ورحمة الله بداية طبعا لابد من الإشادة بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء بشأن التوسع في العقوبات البديلة وأيضا التسريع في جراءات السجون المفتوحة وهذا بلا شكل طبعا يعكس ما وصلت لمملكة البحرين وما تتمتع به الغيادة من البعد الإنساني في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة نعم طبعا نحن عارفين والغانونيين أيضا يعلمون جيدا بأن غرض العقوبة أو هدف العقوبة تحقيق الرجع العام والرجع الخاص ولكن طبعا بالإضافة إلى ذلك هناك غاية هامة جدا وهي تتعلق بتأهيل واصلاح المحكوم عليه وإعادة إدماجه في المجتمع وهذا الأمر بلا شك يعتبر من أهم وسائل الوقاية من العودة إلى الإجرام لذلك أنا أرى بأن فلسفة قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة تنشأ أو تقوم على المغايرة في طرق ووسائل المعاملة العقابية وأهمها طبعا إصلاح وتأهيل المحكومين من خلال تنفيذ الجزاء الجنائي بطريقة فيها وسائل التهذيب والعلاج والإصلاح والتأهيل بحيث يمكن من خلال هذه الوسائل إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع ومن ثم تكيف بطبيعة الحال مع هذا المجتمع وعدم عودته للإجرام مستقبلا وبهذه الإجراءات نكون قد طبعا جميعا ساهمنا في التغليل من عدد الجرام والمجرمين وفي ذات الوقت استطعنا أن نحول المجرم إلى فرص صالح وفاعل في المجتمع يساهم في بناءه وتنميته نعم المستشار الدكتور مالالا حمادي عضو مجلس مفوضية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجازي والمرافق شكرا جزيلا لك